السلام عليكم خامس كيفكم حبايبي؟ اليوم ان شاء الله رح نبدأ بالدرس الثاني من الوحدة الثامنة ووحدات القياس رح نبدأ اولا ما تعلمت سابقا سابقا احنا ماخدين مع بعض وحدات قياس الطول واخدنا وحدة مساحة واحدة والهي الدنم تمام؟ اطلعوا لي على الدرجة اللي امامكم لحظوا انه واحد كيلو متر بيساوي الف متر بعدين منكمل ديسي متر سانتي متر متر في كل درجة عشرة 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 اذا بنزل بضرب واذا بطلع بقسم تمام؟ هذا مر علينا قبل هاي المرة والوحدة اللي اخدنا عنها كمان قبل هاي المرة اللي هي الدنم اخدنا ان الواحد الدنم عبارة عن الف متر مربع واذا متذكرين كنت احكي لكم انه هاي الوحدة هي بقيس فيها اللي هي مثلا يعبر عن طول ارض طول عفوا مساحة قطعة ارض او مساحة مبنى مساحة مدرسة مساحة بيت الى اخره فهو بيعبر عن مساحات كبيرة الدنم والمتر المربع الان رح نتعلم مع بعض شو هي وحدات المساحة كاملة تمام؟ رح نبدأ بالسانتي متر اللي هو اول وحدة مساحة اول وحدة من وحدات المساحة اللي هو السانتي متر المربع اتنين المتر المربع 3 الكيلومتر المربع والدنم رابعا اللي هي مرة علينا تمام؟ نشوف مع بعض لاحظوا ان нимero رمزه صانتي متر مربع هذا هو الرمز هون طيب والمتر المربع متر تربية طبعا هاي سانتي متر تربية متر تربية الكيلومتر مربع برضو كيلومتر تربية الدنم اصلا بكتبوها كدنم السنتيمتر كتعريف هو وحدة لقياس المساحة وهو يساوي مساحة مربع طول ضلعه 1 سنتيمتر ويرمز له بالرمز سنتيمتر مربع فباجي بتطلعي خامس شو يعني انه مساحة مربع طوله 1 سنتيمتر يعني الهي الرسمي هاي الموجودة في الكتاب هذا عبارة عن مربع طول ضلعه 1 سنتيمتر فلما اجي احسب المساحة بحكي 1 ضرب 1 ويساوي 1 سنتيمتر مربع ليش سنتيمتر مربع لانه عندي سنتيمتر تنتين تمام فصالت سنتيمتر مربع هلا انتو بتكون تفهم انه هاي مساحة جدا صغيرة يعني انا بحكي عليه سنتيمتر مربع مساحة جدا صغيرة يعني شوفوا تعادل اللي هو ضفر اصبع الابهام قد هاي بالزبط واضحة تمام هلا بدنا نحكي عن المثال هلا رح نحكي عن مثال 1 اكتب في المربع الوحدة المناسب سنتيمتر مربع متر مربع كيلو متر مربع او دنم لقياس مساحة كل مما يأتي ورقة دفتر مدرسة باب غرفة ومحافظة جرش نبدأ ورقة مدرسة 300 300 اجل تكون مساحتها اذا الدفتر نفسه بيجيبه طبعا لاحظه طوله وعرضه بيكون بالسنتيمتر فاكيد مساحة بيكون بالسنتيمتر مربع تمام المدرسة المدرسة عبارة عن ايش مبنى كتير كبير يعني زي الارض فاذا اتنين دنم فالمدرسة بالدنم طيب باب الغرفة لما نيجي بنا مثلا نشتري او نوصي نجاري عملنا باب غرفة شو منحكي له بدنا اياه مثلا متر ونص متر او منحكي له اثنين متر الى اخره فانا شو بدأ تكون مساحته بالمتر مربع او متر تربيع ايضا محافظة جرش محافظة جرش 410 مساحتها طيب مساحة المحافظات بايش بدي اعبر عنها زي كي انا عم بحكي عن ايش مساحات كتير كبيرة برضو فاذا بالكيلومتر مربع تمام ننتقل الان للسؤال الاول صفحة 136 اكتف المربع الوحدة مناسبة نفس المثال بالزبط نبدأ سطح الطاولة 75 بالمية شو بدي يكون 75 بالمية او 75 من متر يعني 100 متر فلاحظوا سطح الطاولة شو بدي يكون متر مربع تمام ارض مطار الملكة علياء شو بدي يكون 22 كيلو متر مربع سطح علبة منادي الورقية يعني بكات الفاين اللي هو 240 سنتيمتر مربع لانه طوله اصلا وعرضه بدي يكون بالسنتيمتر طيب سطح المنزل البيت بيتنا السطح من فوق بدي يكون كمان بالدنم فبطلع خمسة بالعشرة دنم تمام هيك احنا بنكون خلصنا السؤال الاول صفحة 136 ياريت نكتب الاجابات على الكتاب الان سوف نتعرف الى التحويل بين وحدات المساحة تمام رح نبدأ اول اشي انا ما رح اعطلكم القاعدة مباشرة لأ بدنا نعلك يوصلنا لهذه القاعدة تمام انت بتعرف سابقا اخدت انه الواحد متر بيساوي 100 سنتيمتر تمام الواحد متر هنكتبها مع بعض الواحد متر يساوي 100 سنتيمتر تمام هلا وحدة القياس هذا انت اخدته مسبقا هلا وحدة القياس اللي احنا نحكي عنها هي مساحة يعني متر مربع سنتيمتر مربع بناء على التحويل رح يختلف فبطل رح يصير الواحد متر مربع يساوي بما انه صار في هون تربية وكمان السنتيمتر رح تصير سنتيمتر مربع كذلك المئة رح اخليها تربية فتساوي 100 تربية سنتيمتر مربع من هذا الحكي بستنتج انه واحد متر مربع يساوي 10 ألاف سنتيمتر مربع هاي بالنسبة لأول تحويل اذا هاد تحويل الاول ولاحظوا من كبير لصغير بدي اضرب بألف من صغير لكبير بدي اقسم على الف تمام هلا رح نكتب جنبها الدرج تاني تاني تحويل اللي هو الواحد كيلو متر يساوي الف متر الواحد كيلو متر يساوي الف متر برضو هاد الحكي اتعلمنا بناء على سابقا ايش اخدناه بالسابق واحد كيلو متر يساوي الف متر طيب وحدة القياس رح تختلف رح تصير الواحد كيلو متر مربع تساوي برضو رح اربع الالف فرح تصير الف تربية متر مربع بناء عليه بدي اربع فبتصير واحد كيلو متر مربع تساوي واحد اتنين ثلاث واحد اتنين ثلاث واحد شو هاد يا جماعة الواحد قدام ستصفار مليون مليون متر مربع فاذا الواحد كيلو متر مربع يساوي مليون متر مربع هيك احنا منكون اخدنا القاعدة التانية وهي قواعد التحويل التلاتة الاولى الواحد متر مربع بساوي عشر الاف سمت متر مربع بنزل بضرب بطلع بقسم القاعدة التانية الواحد كيلو متر مربع يساوي مليون متر مربع تمام بنزل من الكبير للصغير بضرب من الصغير للكبير بقسم بعدين اخر واحد اللي هي الدنوم واللي هي راجعناها في بداية الدرس الواحد الدنوم يساوي الف متر مربع اذا بنزل بضرب واذا بطلع بقسم حيث قواعد جدا مهمة وبناء عليها راح انحل نبدأ الان في المثال رقم 2 الموجود في صفحة 137 في الكتاب حول 87900 سم مربع الى متر مربع راح استخدم القاعدة لاحظوا الاولى انا في المتر السم مربع بدي اروح احول للمتر المربع فلاحظوا انا ماشي من الصغير الى الكبير فاش راح اعمل راح اقسم على عشر الاف راح اقسم على عشر الاف تعالوا نشوف كيف طريقة الحل اذا هي عندي 87900 سم مربع بدي احولها الى المتر المربع بناء على القاعدة اللي حكيناها راح اقسم على الف فاذا شو بعمل بجيب هذا الرقم 87900 بقسمه على الف بهاي ايه عفوا ايه عشر الاف عفوا عفوا احنا ماشي على القاعدة الاولى اللي هي هاي فاندك فيها الطلاب هاي الواحد متر مربع يساوي 10000 سنتيمتر مربع فاذا انا ماشي من الصغير للمتر تربيع فراح اقسم على عشر الاف هديك الالف اللي هي الدنم هي القاعدة الاخيرة تمام نجمل مع بعض هلا لاحظوا في عندي صفرين في البسط مع صفرين في المقام رح يروحوا مع بعض اذا هذا الصفر رح مع هذا الصفر وهذا الصفر رح يروح مع هذا الصفر فشو هيضل عندي هيضل عندي في البسط 879 والمقام على 100 هلا بدي عبر عنه باستخدام الاعداد العشرية فهذا شو رح يكون رح يكون عبارة عن 8 صحيح والتسعة وسبعين من 100 هات شو بالمتر المربع وهيك بنكون حولنا خلصنا التحويل 8 صحيح وتسعة وسبعين بالمئة متر مربع هل نبدأ مع بعض بالسؤال رقم اثنين صفحة 138 حول كل من المساحات الاتية الى الوحدة المقابلة لها نبدأ بألف 12 متر مربع الى سنتيمتر مربع لاحظوا انا الثلاث قواعد اللي انا ماش علم حطتهم عجنب عشان اعرف احل وشان يساعدوني تمام لاحظوا انت لما تبدو تحلوا اشياء زيهك دايما حطوا يمس القواعد عندكم سواء في هذا الدرس او الدرس اللي قبله نفس الفكرة اذا بتكون القواعد موجودة امامك في التحويلات انت هيك بتكون ماشي صاح وما بتخربط امورك تمام تمام نبدأ في الف انا من عند متر مربع الى سنتيمتر مربع اذا انا ماشي في القاعدة رقم 2 رح احتاج القاعدة رقم 2 من متر مربع الى سنتيمتر مربع انا انا نازلة درجة بنزل بالدرجة فاذا ضرب عشر الاف فاذا شو رح اعمل بحكي 12 ضرب عشر الاف ويساوي طبعا احنا احنا اتعلمنا كيف نضرب بعشر وفي مية وفي الف وفي اكتر كمان فنفس الشي 12 بواحد بتنزل والاسفار واحد اتنين ثلاث اربعة واحد اتنين ثلاث اربعة فالاجابة هي مية وعشرين الف سنتيمتر مربع هاي بالنسبة لالف با با شو بحكي لنا بدو بدو ياني احول 9 مليون و 100 ألف 9 مليون و 100 ألف الى متر عفوا متر مربع الى كيلو متر مربع تمام اذا انا ماشي في القاعدة الاخيرة رح استعمل القاعدة الاخيرة من الكيلو متر مربع الى المتر المربع هاي القاعدة طيب طلعوا انا شو التحويل اللي عندي من متر مربع الى كيلو متر معناها انا مونة اذا انا طالع اطلوع فاذا قسمة اذا شو رح اعمل رح اخذ هذا الرقم 9 مليون و 100 ألف واقسمه على مليون واحد اتنين ثلاث واحد اتنين ثلاث تمام هلا شو رح نعمل ثلاث صفار من البسط رح تروح مع ثلاث صفار من المقام بعدين حدول الصفرين مع صفرين من المقام اذا الاصفار اللي موجودة في البسط رح تروح مع الاصفار في المقام بس مش كلها لا ثلاثة مع ثلاثة ثنين مع اثنين او خلين اعتبر خمسة مع خمسة هاد ما اقلو دخل تمام فبتصير الاجابة واحد وتسعين على عشرة واحد وتسعين على عشرة بتعبر عنها باستخدام الاعداد العشرية فبتصير تسعة واحد من عشرة شو هاد كيلو متر مربع انتهى نبدأ الان في جيم جيم شو بيحكي لنا سبع دنومات الى المتر المربع نطلع على القاعدة القاعدة الاولى الواحد دنوم بيساوي الف متر مربع الواحد دنوم بيساوي الف متر مربع فاذا انا ماشي من دنوم لمتر مربع فنازله انزول فاذا ضرب الف فاذا ناخد السبعة نضربها بألف سبعة في واحد سبعة ومننزل تلت سفار ومننزل تلت سفار وهيك بصير الجواب سبعة الاف متر مربع هيك منكون تهينا من السؤال الثاني صفحة 138 وراح نبدأ الان في المثال رقم 3 اشترى خليل ورق جدران مساحة 2 متر مربع وقد استعمل منه 13000 سنتيمتر مربع احسب كمية الورق الجدران التي لم يستعملها خليل بالامتار المربع لاحظوا انه طالب منكم الجواب بالامتار المربع يعني بالمتر المربع بدي الاجابة وهو عطاكم وحدتين الوحدة الاولى اللي هي بالمتر مربع والتانية بالسنتيمتر مربع تمام ما بزبط اني احل هيك وكل وحدة في وحدة فلازم اوحد وحدات القياس فلاحظوا اول شي بحول السنتيمتر مربع الى المتر المربع تمام بحول السنتيمتر الى متر بدي اقسم على 10000 بناءا على القاعدة فانا اول اشي بعمله اني احنا في مثال ثلاث صفحة 138 اذا باخد 13000 سنتيمتر مربع بدي احولها للمتر المربع هاي اول فكرة فالروح اعمل باخد 13000 وبقسمها على 10000 تمام بروحوا ثلاثة صفار مع ثلاثة صفار ثلاثة صفار من الباست مع ثلاثة صفار من المقام ويساوي 13000 على 10 ويساوي واحد وتلاتة هاد شو متر مربع حلو اذا هلا احنا عرفنا كمية اللي استعملوا من ورق الجدران اذا هون نكتب ورق الجدران الذي استعمله تمام هلا طب انا اصلا اشترى اشترى اتنين متر مربع شفو هو اشترى 200 مربع استعمل واحد وثلاثة اديش ضل معو اديش ضل فيما ما استعمله شو بدي عمل ده اطرح باخد الكبير له 2 متر مربع بدي اطرح منو 1 وثلاثة متر مربع تعالوا نبدأ نجع نتذكر مع بعض كيف بدي اطرح اعداد صحيحة من اعداد عشرية او اعداد عشرية من اعداد صحيحة 2 صحيح يعني 2 فاصلة قدام صفر طيب اللي بعده 1 صحيح وثلاثة بالعشر وهلا بدي اطرح العددين من بعض اول اشي بنرتب الاعداد تحت بعض تمام بنرتب المنازل تحت بعض فهلا ندبع 100 طبعا كبير نقص صغير فصفر نقص صفر 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 نقص صفر نقص من اتنين واحد بتصير هاي عشرة عشرة نقص ثلاثة سبعة بتنزل الفاصلة واحد نقص واحد صفر فاذن الجواب رح يكون سبعة بالعشرة متر مربع هذا هو ما تبقى من ورق الجدران خامس احنا هيكم نكون خلصنا درسنا السؤال الثالث رح أخلي واجب عليكم مشان تفكروا فيه كتير منيح وتمرين ومسائل